بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا اتفقنا ان احنا حلقة السبت وحلقة الحد هنخصصها لأطول مدة في حياتنا بس هنخلي حلقة السبت عشان نتكلم على ازاي نجدد الحب وازاي نخلي السعادة تدب في حياتنا الزوجية وفي علاقتنا اللي هي اطول علاقة وهي الزواج فبنخليه وجزء ده بنسميه اصحاب السعادة انما النهاردة شوية عنبتدي نقاوم ونزق في الاتجاه الصحيح ونحاول بقدر الامكان نواجه نواجه ايه؟ نواجه منبئات الطلاق اللي بتقول ان احنا عندنا اسباب لزيادة الطلاق وعشان كده احنا لأسبوع اللي فات جلنا سؤال من مشاهدة كريمة وجاوبنا عليها ان زوجها بيكلمها عن منبئ من منبئات الطلاق بيقول لها دايما وبيتهمها ان هي السبب في عدم شعوره بالسعادة في ايه؟ في علاقتهم الخاصة وعشان كده واحنا بنقول احنا بنلاحظ في مراكز الارشاد الزواج زي ما احنا بنلاحظ بنلاحظ في مراكز الارشاد الزواج بدار الافتة بنلاحظ ان في حد اسمه الحاضر الغائب في اسباب الطلاق ايه الحاضر الغائب ده؟ الحاضر الغائب والقاسم المشترك في حالات طلاق كتيرة اللي الناس ما بيتكلموش عنه وسايبينه يسري في الحياة الزوجية ويهد فيها لبنة لبنة اسمه ايه؟ انخفاض التوافق الزواجي مش هيبقى غريب ان انا اقول لكم ان ساعات بتوصل الاحصائيات دي 70% وساعات بتبتدي من 53% ان ايه؟ الاسباب وراها لما بنتعمق انخفاض التوافق الزواجي ما كناش ممكن نتكلم في الامر ده غير ما نتكلم مع حد بيبقى دايما شركنا ودايما معانا بيساعدنا وبيساندنا بعلمه وخاصة في تخصص دقيقه وتخصص الطب النفسي ولازم كنا نتكلم مع الدكتور استاذ الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي الدكتور محمد ازاي حضرتك؟ يا اهلا وصحة دكتور عام طبعا حضرتك عارف ان احنا دايما الموضوع ده وتحنا في حالات الارشاد الزواجي بيبقى دايما الموضوع ده بييجي في الاخر ويكشف لنا عن اشياء كتيرة في رأي حضرتك هو التوافق سبب من اسباب السعادة الزوجية ولا لا؟ ها هو احنا بس هنسمي الاسم بقى التوافق الجنسي ايو 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 صحة التوافق النفسي الجنسي بالضبط وده زي ما حدرتك قلت هو العنصر الحاضر الغائب بمعنى ايه انه لما عملوا دراسات يشوفوا الناس بيتطلقوا ليه ففي دراسات ما حطوش فيها العنصر ده صراحة يعني سابوا الناس تقول فالناس اتكلمت في تفاصيل تانية كتير اتكلموا في تدخل الاهل اتكلموا في الاحوال المادية اتكلموا في اختلاف الطباع اتكلموا في حاجات كتيرة قوي وما جابوش سيلة الموضوع ده فلما اتعملت بقى دراسات اخرى وتحطت الحاجات بالاسم فلما ظهر اسم هذا العنصر الجنسي اللي الناس ما جابتش سيرته في دراسات سابقة طرق زي ما حالك قلت كده انه 70% من الناس اشاروا الى انه هذا العامل عامل مهم جدا وده صحيح يعني اخنا نفسيا وعلميا يعني نقبل هذه النتيجة انه فعلا ده له اثر كبير لانه هو بيشتغل في اتجاهين يعني لما بيكون فيه توافق نفسي بيساعد ان يبقى فيه توافق جنسي والتوافق الجنسي بيحسن التوافق النفسي يعني مسألك كاني زي ما بيقولوا كده فيه دياليتيك ده يتحسن ده يتحسن ده يتحسن ده يتحسن فالعلاقة في الاتجاهين شغالة وعشان كده احنا حتى يعني نقول ايه نقول انه العلاقة الجنسية بين الزوجين هي ترمومتر للعلاقة الزوجية عموما لانه لما بيبقى الامور فيه تناغم وفيه هارموني كده ما بين الزوجين هتلاقي انه ده يتنقل برضو للعلاقة الخاصة العلاقة الخاصة ترمومتر حساس جدا للعلاقة الزوجية بعمومها يعني المؤكد لكلام حضرتك ان احنا بنلاحظ ان لو العلاقة كويسة بنلاقي فيه تواصل غريب شوية ناقل النظرات الحركات الابتسامات وهم فيه وسط الناس فده بيأدي الى تواصل السعادة والشهم كده منور في الصعية وبحالة هدوء كده وانبساط يعني بيبان عليهم حتى الناس اهلين المصابق الطيبين كانوا زمان كده ما يشوفوا الرجالة مثلا يشوفوا حد كده وشه مرتاح كده ومبسوط فيقولوله اه يعني اكيد مبسوطة للحكاية والستات تقول لي السيتات انت وشك مورد ايه بالزبط طب دكتور محمد معليش عشان فيه اسئلة بتبقى مهمة عندنا ايه الاشياء النفسية اللي بتفخد الناس السعادة في العلاقة الخاص شوف اول حاجة انه يكون اه فيه مشكلة فيه تنافر في الطبع اه اه او تنافر في المستوى الاجتماعي او المستوى المادي او اي حاجة بالشكل ده لما يكون فيه اي عامل للتنافر بيبان بشدة وبقوة في هذه العلاقة لان العلاقة دي محتاجة هارموني جامد جدا ما بين الجهاز العصبي للزوجة والجهاز العصبي للزوجة فاذا كان فيه اي توطر في الجهاز العصبي هنا او هنا نتيجة لأسباب تنافر فهدبان بشدة فيه عامل بقى ثاني مهم وهو الجهل ب اساليب هذه العلاقة ان هذه العلاقة بتحتاج لزوقيات وتحتاج لآليات في الممارسة تحتاج لتعلم ازاي تتم بشكل جيد وازاي كل طرف يسعد الطرف الآخر فده الجهل بهذه الزوقيات والآليات في الممارسة يؤلم احد الطرفين او يحدث احد الطرفين فيه بقى عامل تاني مهم وهو الانانية الشديدة عند احد الطرفين انه يبقى مثلا الزوج عايز يشبع احتياجاته في العلاقة ولا يختم باحتياجات الزوجة وساعات يجي على حساب احتياجاتها فتتألم او تحبط او يعني يحصل مشاعر سلبية فتكره هذه العلاقة او لما تكرهها يبدأ الجسد يرفضها فتلاقي استدت تقولك انا اول ما بيتكلم في حاجة تخص هذه العلاقة الاقيني دماغي صدع وجالي مغس وجسمي كله بيوجعني واحتقاني في منطقة الحض والحاجات دي كلها او لو هو اخذها بشكل عنيف او شكل غير رطيق او غير لطيف ما فيش مقدمات كافية ما فيش تجهيز كافي كان بيعملها وحش طول النهار وجاي بالليل يطلب الحاجة دي ضربها في اليوم ده وعايزها في احتياج اليوم يحصل بقى التشنج بقى يعينا يحصل بقى حتى ايه ساعة العلاقة تحس الزوجة انها انها تغتصب وحتى ممكن ترجع ساعة الحالة وساد عم عليها يجي لها الام في الجسم في الظهر في البطن في الرجلين في اي حاجة من دي وبعدين مع تكرار ده انه الحالة العلاقة بتتم في ظروف سيئة تبدأ هي تكره هذه العلاقة وتكره من يعني تحدث معه هذه العلاقة وده يبدأ يرسب مشاعر سلبية عميقة جدا في نفسها فيها نفور وفيها كره وتبقى عايزة تخلص منه باي شك وساعات حتى لو هي مش بتفكر في الطلاق تقوله ياريت تتجوز ياريت تدي العلاقة الحالة الوحيدة اللي الزوجة فيها بتقول لزوجها ياريت تتجوز وين بقى بيبدأ التراكم الشديد اللي بيفضي للنهاية دكتور محمد انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي على كل هذه المعلومات المفيدة الايجابية جدا جدا في هذا الملف المهم الجايد شكرا دكتور محمد عارف يا جماعة احنا في الحقيقة لما قررنا نتكلم في الملف ده قررنا نتكلم في الملف ده عشان احنا من عايزين نتكلم في مسألة الطلاق كلام جاد وازاي نواجه التفشي والارتفاع في نسب الطلاق نتكلم كلام جاد وعشان كده لما نيجي ننظر لمسألة انخفاض التوافق الزواجي والتوافق الجنسي احنا بنتكلم واحنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن هو اللي قالونا لازم نتعامل مع هذه المسألة بهذا الشكل احنا بنتكلم على حاجة مش من الطرف احنا نتكلم على حاجة هي احد عناصر السعادة الزوجية ففهم ان دي ليست اهم عنصر من عناصر السعادة الزوجية عند طرف من الطرفين ده نوع من انواع حالة من حالات تدفيه حاجة الشرع الشريف يهتم بيها لما يتكلم الشرع على ان كل واحد فينا ثوب ولباس للاخر يبقى معنى كده ان الشرع بيقول لنا ايه الشرع بيقول لنا ان الحقيقة احنا لازم نهتم بده لما الشرع الشريف يقول لنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يبقى الشرع الشريف بيقول لنا احنا بنتكلم مع حاجة مهمة جدا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقابل الصحابي ويقوله كيف وجدت زوجتك هو من بيسألوش عن العلاقة الخاصة لكن بيسأله على الاثر النفسي وهي السعادة المترتبة على هذه العلاقة فيحدث في انفسنا شيء مهم جدا جدا لازم نعرفه امه الايه الحكاية المشكلة بتبتدي منين المشكلة بتبتدي من الكلام السلبي اللي بيقوله الاهل الاولاد ويربوه عليه وخاصة ان البنات زي مثلا ان المسألة دي عيب واللي بيعمل كده يبقى ليه الادب وان ده شيء مهين ومؤلم وسيء جدا ومكروه في حد لغاية دلوقتي بيقول كده اه في ناس لغاية دلوقتي بيقولوا كده ومتصورين ان هما بيعلموا بناتهم العفو محدش طلب منكم ان انتوا تكلموا بناتكم في وقت مبكر وانتوا بتربوهم على الامر ده ممكن الكلام عن الموضوع ده يروحوا يتعلموا من المتخصصين لكن لما تيجي تكلم بنت بهذه الطريقة فتخليها طول الوقت مرعوبة من القضية دي او شغوفة ان هي تعرف ايه اللي ورا القضية دي ففي كلا الحالتين انت عملت لها تشوه في المعارف الخاصة بهذه القضية وبالتالي بتكون الافكار اللي بتفضل موجودة في عقول البنات لغاية ما توصل للزواج هي افكار دايما بتمثل حجز نفسي بينها وبين العلاقة الخاصة وبتعمل لها اضطراب وقد توصلها في بعض الاحيين الى الكراهية العلاقة ايضا وبتكون فهمة ان دي حاجة خاصة بالرجل ملاهاش ده وهي بيها وهي بتقدمها للزوج زي ما بتحضره الاكل والغدا والفطر والعشع وبالتالي ممكن تستخدمها بدلية زي الاكل والشرب والحاجات دي تستخدمها كعقوبة لو الزوج ضيقها والرجالة كمان بيتربوا في العلاقة الجنسية بيتربوا على ان الزوجات ملاهاش اي حقوق في العلاقة دي احنا نكلم على العلاقة دي ايه اللي بيفسد العلاقة دي بيتربوا الرجالة على ان الست ملاهاش حق في العلاقة دي ويحسوا بالسعادة ان هم فقط يكونوا مركز العلاقة دي وان لو اي ست لها طلبات او ان هي حاولت تتكلم في ده زي ما الرجال لها رغبة يبقى الست دي مش مؤدبة يبقى الست دي مش متربية فيحصل حالة من حالات ان هو يشك في زوجته اذا كانت هي بتتكلم عن ده فتصبح العلاقة في الحقيقة هي لارضاء الازواج بس وتتحول الست في العلاقة دي الى اداة مع ان العلاقة الزوجية دي لازم نفتكر ان العلاقة الزوجية دي الله سبحانه وتعالى قال هن لباسوا لكم وانتم لباسوا لهن ويبقى كده كمان ده مش للعمل بمعروف ولا قلنا مثل الذي عليهن بالمعروف ده مش معروف لازم يبقى فيه عدالة في هذه العلاقة ولازم نتعلم ان العدالة في العلاقة دي هو اللي يوصلنا الى حد ممكن العلاقة دي تحافظ على الجواز وكمان الشرعة امرنا ان احنا نقدم لانفسنا يعني ايه نقدم لانفسنا يعني كل واحد فينا يراعي نمط الاخر فيما يتعلق بهذا والله سبحانه وتعالى قال وقدموا لانفسكم وده معناه ان المرأة مش ادوة ولا وسيلة لإسعاد الرجل لازم نتهقن ان خفاض التوافق الزواجي في الجنس بالذات بيكون اوقات كتيرة سبب للمشكلات وقد بيكون اثره سيء جدا تعالوا طب نرجع ونسأل ايه اللي بيخليه بعض الناس بيشوفوا ان الكلام في الموضوع ده كلام عيب رغم ان ده مش عيب ده جزء من المعارف الاساسية اللي احنا لازم نتعلمها وده جزء من فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباقة تفليت زوى خلينا مع التفسير اولان الباقة وهي الباقة اي القدرة الجنسية وده تفسير من التفسيرات القدرة معناها ان انت تكون عارف ان انت تكون عالم ان انت تكون فاهم ومعنى ان انت احنا منتولدش بالمعارف دي يعني من اهم الاسباب ان الناس كتير فاهمة ان احنا بنتولد بالمعارف دي وان المعارف دي مش محتاجين ان احنا نعرفها لا العلاقة الجنسية بينتج عنها اعلى درجة من درجات اللازة اللي بيضيقها الجهاز العصر وده حكم من ربنا سبحانه وتعالى عشان يجي شيء كده من عندي الله ممكن يخير مودن للزوجين ويغيرهم وبعد ما يحصل الكلام ده تقوله انت بنت بتزعاني ليه وهو يقول له يا ست احنا عايزين نعيش مع بعض عيشة هنية طب ايه اللي حاصل لان ربنا عمل السر ده فينا انا لما تأملت العلاقة الخاصة لقيت حاجة غريبة ان في العلاقة الخاصة وكأننا بنرجع للشكل الاول المرأة خلقت من درع الرجل فكأنها بتعود مرة ثانية ويلتحموا ببعض وده اللي بيولد منهم الحياة وده على اعلى درجات اللي لتحمى بين البشر وده لا يحصل الا من بين الزوجين ولو حصل برا اطار الزواج بيبقى حرام وبيبقى فاحشة وبيبقى كبيرة وفي عقوبة بتترتب عليه وعشان العلاقة دي تنجح لازم نفهم ان في حاجة اسمها تصور العلاقة دي عند المرأة اللي هو بيختلف في جزء منه عن تصور العلاقة عند الرجل المرأة العلاقة دي بتبتدي عندها تمانين في المية مشاعر وعشرين في المية جسد يمكن الامر ده بينعكس عند الرجل تمانين في المية جسد وعشرين في المية مشاعر ايه ده ده زي بالزبط للاتحام اللي احنا كنا بنكلم فيه وكأنه بيحصل هذا التكامل بينهم وكل واحد فيه لما يعرف ده لازم يراعد تاني وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ان الشخص يحصل له اي زيغ في القلب فيحصل ان عينه تزيغ انه يعمل ايه يبرد نيران الشهوة بانه يذهب الى المكان الصحيح فيتذكر ان ربنا خلق ده عشان هو يعيش في امان ويعيش في رحمة ويعيش في مودة فيرجع تاني للمكان اللي بيبرد فيه نيران الشيطان والشهوة فيرجع للامان يرجع للبيت ولزيك العلاقة دي لازم فيها اربع قيم واربع اخلاق بتسيطر عليها الامان والاهتمام وكمان الاحترام والتأدير العلاقة دي ملفوفة بهذا الجمال فما ينفعش ان الانسان ينسى ده اذا ان العلاقة الجنسية ليست علاقة ما بين عضو وعضو وجسد وجسد ولكن العلاقة ما بين بناء ادم وذات وروح ونفس وقلب فلازم نفهمها كده وزيك احنا بنقول حكمة في الرشاد الزواجي عندنا بنقولهم ايه ايه العلاقة الخاصة بتبتدي من امتى قلنا العلاقة الخاصة بتبتدي من صباح الخير يا امر صباح الخير يا حبيبي ويبقى كده دوت جزء من وقدموا لانفسكم يبقى من بدري اوي احنا بنبتدي بهذا الكلام وللأسف بعض الناس الاسف يعني وانا عارف ان بعض الناس مشدوديني وانا بتكلم دلوقتي لكن بعضهم برضو عينكر ان المشاكل الزواجية كتير منها نابع من انخفاض التوافق الزواجي انا هقول لكم حاجة انا لسه جاي من جلسات الرشاد الزواجي دلوقتي انا لسه جاي من لسه جاي دلوقتي من من استشارة سببها عدم التوافق الجنسي ولما تيجي تواجههم بالمسألة يقولوا بالعكس مفيش مشاكل لكن بعد شوية وانت بتتحقق وبتنظر تطلع ان المشكلة دي مهمة جدا جدا والحقيقة ان اللي بيحصل ان لو العلاقة الخاصة فشلت فكل تفصيلة في الحياة بتبقى زي الجبل دي كشرت في وشي ويا اصلا مش كشرت في وشي ده سايباني عايز اعبر لها عن حبي ومش عارف وصوتها بيقع لعلي وطبخها وحش ومش بتعامل اهل كويس وكل شوية طلع حاجة غلط فيها وهي في المقابل برضو ده هو الحقيقة قاسي علي الحقيقة وهي عندها العلاقة معناها الاحتواء التلامس معناها الاحتواء عند المرأة والراجل معناه ان هو حاسس ان هو انسان مدلل الطفل اللي فيه بيدلل فهي معناها انه فقد الاحتواء وفقد الانسان الطفل اللي جواه بيصرخ الانسان بيكون استقباله للاحداث استقبال مختلف لما بتكون العلاقة دي مش مناسبة وعشان كده احنا لازم يبقى عندنا شوية فهم للقصة دي انا النهاردة فتحت الباب ده وممكن نفضل نكلم فيه بس الانسان لازم لازم الانسان طول الوقت ما يبقاش عنده افراط في التهاون بهذه المسألة ولازم يحترم مفاتيح السعادة في حياته والمعاملة غير الرشيدة مع الامور دي بتخلي المزاجه يتعكر وبالتالي حياته تتعكر والامر تتعقد لانه مش عارف انه محتاج لزة واللزة دي ده مفتاح من مفاتيح السعادة ربنا وضعه فيها ما ينفعش ان احنا نحتقر وهو مش ممنوع ومش هيعرف يعوضه في حتة تانية ولزاك لازم نعرف ان مفسدات العلاقة دي زي ما اشار الدكتور محمد الى بعضها منها جهل شديد باساس العلاقة دي اللي هو التباين ما بين الزوجين وكمان انه مبني على الاهتمام والاحترام والتأدير وكمان الامان لو محسس كل شرك من شركاء الحياة بهذا في العلاقة العلاقة ما بتكونش في شكلها الصحيح كمان مشاكل التواصل محدش بيسمع التاني انا شايف ان احنا لازم نتكلم عن ده مع بعض اذا نكلمناش ده مع بعض هيلجأ الزوج للأسف للمشاهدات وعشان كده كمان بتحصل مشكلات من هذه المشاهدات العمر التاني التدخل الخارجي وإفشاء الأسرار عارفين يعني ايه إفشاء الأسرار يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي حذرنا ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأتي وتفضي اليه ثم ينشر سرها الكلام مع الاهل والاقارب ولا الكلام مع الاهوة مع الناس ولا الكلام مع الاصحاب لما بيوصل ده للشخص بيحس ان هو اتعرع او بيحس ان هو صغير هي تحس ان هي اتعرد وهو يحس ان واحدة بتقول ان هي عليه ان هو مش راجل يبقى بلاش الكلام في الامر ده بلاش التدخل الخارجي نقعد مع بعض ونتكلم والصور النمطية بقى اللي جاي من المشاهدات اللي بتخسل العقول وتضللها وتفسدها وتخلي الناس حسين في العلاقة بصور هي اصلا مش موجودة في العلاقة الطبيعية ساعات بتوصل الناس للعلاقة اشبه بالعلاقة الباهمية كمان الاخطاء غير مبررة ما فيش ست بتقدر تكون علاقتها متزنة مع راجل اللي هي حاسة ان هو خنى ولا راجل ممكن يعمل علاقة ما هو واحدة حاسة ان الباهم اتعلقة بابن خلتها اللي ما عرفتش تجاوزه فلازم نعرف الكلام ده لازم نفهم الكلام ده بشكل صحيح احنا اذا وصلنا لده تعالوا نقول لكم شوية اجراءات بس كده زي ما بقولوا ايه ده عربونا عشان نتخلص من بعض المشكلات المتعلقة بده يمكن نتكلم عن المسبب ده من المسببات الطلاق مرة تانية اه ممكن نتكلم عن ده بس دعا ننشوف اجراءات البسيطة اللي بنقولها لكم لغاية ما نتكلم عن ده مرة تانية لو حبينا نحل المشكلة ده فنبدأ من الدائرة الانسانية ثم العاطفية عشان نوصل كمان للحل في الدائرة الجسدية لازم نوقف اي تدخل وافشاء الاسرار واي خبرات سلبية عن الموضوع ده ان انت لو عملت كذا لا روح اسأل شريك شريك حياتك روح اسألي شريك حياتك انا مش فاهم يعني ايه ان الكلام لما نتكلم مع بعض ده يبقى عيب لكن لما نتكلم مع حد تاني ما يبقاش عيب ولازم كمان نزود اهتمامنا واحترامنا وتقدرنا وامان الناس في العلاقة دي لازم في الاخر خالص لو حد بيخاف نأمن ونبتدي معاه بان احنا بنحبه ونخليه يسق فينا عشان نبتدي نكون في حالة صحيحة ودي قاعدة مهمة جدا 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 لمسألة الايه؟ لمسألة الاصلاح في العلاقة الخاص ان الناس لازم تحس بالامان ولازم تحس بالتفاهم والتوافق لان دي قاعدة اساسية في مسألة العلاقة دي لان دي علاقة بشرية انسانية وليست علاقة جسدية بهمية طيب نعمل ايه بقى؟ تعالوا نعمل كمان في الاجراءة التالت نعمل جلسة للكلام عن نمط كل واحد فينا والكلام هو بيحب ايه؟ وازاي نعمل الكلام ده؟ مع تحقيق المحبة والود والعاطفة وده شيء مهم جدا 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 والتعبير عن العاطف مهم في ده وارجوكم ما نتأخرش في انتظام العلاقة الخاصة دي لان غياب العلاقة الخاصة بيترجم على انه هجر وزهد وإهانة وأنانية وكمان كسر المرأة تحس ان الراجل لما بيزهد وما بيجلهاش وما بيحبش ان هو يبقى فيه علاقة خاصة بينهم مهمة الاتنين يحصل ايه بقى؟ يحصل حاجة وحشة قوي قوي تحس ان هي مش امرأة وهي لو حست بده بتكسر كسر ملوش اخر احنا اذا اردنا محبة الله الكلام اللي ممكن يبقى عليه ببرا اطار الاسرة حضرت النبي علمنا قاعدة فقال ارأيت ان وضعه في حرام الكلام اللي هنقول مع بعض عن العلاقة دي هناخد عليه ثواب ليه؟ لون هيفتح باب سعادة وباب توافق لازم نتكلم واذا ما قدرناش نوصل لتوافق وما قدرناش نفهم يبقى لازم نتعلم نروح للخبر والخبر اللي ده تخصصه مش نروح لأي حد تاني من اللي فتحين ده يكين بيسترزقوا منها او نروح للسوشيال ميديا اللي كتير من الكلام اللي فيه ما بيكونش افضل حاجة في هذه العلاقة وحذاري ثم حذاري ان حد يعمل تعويض بأي مشاهدة لأي شيء فاسد او اي علاقة خارج اطار الزواج ويظن ان ده هيعوضه ده هيعوقه ويخليه انسان معوق مش بس انسان معوق هيخليه بكل بقلب فارغ لا يرى نور الله لازم نعرف ده وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يسعدنا ويفتح قلوبنا لنقبل على الله سبحانه وتعالى يكون عندنا الجرأة ان احنا نعمل الاجراءات دي ونقبل على الله سبحانه وتعالى من باب جعل الله سبحانه وتعالى باب سعادة وبابهنة فالحمد لله على انه جعل لنا لذة وتكون هذه اللذة نعمة وفتحا وقربا منه سبحانه وتعالى بعد الفاصل نلتقي عشان نجاوب على اسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي هي بنستقبل عليها اسئلتكم وتعليقاتكم وتفاعلكم وخاصة مع المحورين الجداد اللي احنا بنتكلم عن وحي محور منهم النهاردة وهي كيفية مواجهة منبئات ارتفاع نسب الطلاق زي ما كنا النهاردة بنتكلم عن انخفاض التوافق الجنسي واول تلفون عندنا النهاردة من ام شريف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه يا شيخ عمري معالي السناء السنارية سؤالين عند حضرتك اتفضلي سلام يا حضرتك حضرتك ابني عندي ابني متزوج من زوجة كانت متزوجة من قبل منه طيب ومعاها بنت فهو كان عن اه راحل البنت دي خدت بابا اللي هو بنت مراتبني دي اتطلقت منه وراحوا كسروا شاقته واسلقوا الفلوس بتاعته اول مرة طيب عشان خطري يطلق مين يطلق يطلق مراته اللي الجديدة اللي هي يطلق مراته اللي بنتها سرقة الفلوس طيب عشان بي عشان بنتها سرقة الفلوس اه قلت له معاليش عشان خطري بلاد طلاق وانا مستعدة اروح اعمل لك كرد وادلك الفلوس دي تشدها للناس هل كده انا عملت غلط عملت غلط في الحل ولا عملت غلط اه عملت غلط في الاقتراض لأ طيب اجاوب على حضرتك اجاوب على حضرتك على الحاجتين اللي الحاجتين مهمين جدا جدا وخاصة ان احنا بنتكلم في مسألة منبئات الطلاق او ده او ده منبئات زيادة وارتفاع نسب الطلاق هو الكلام عن العلاقة بالاسرة الممتدة ده ده واحدة متجاوزة وعندها بنته وتصرفاتها مع طلق واتصالها مع ابوها اللي هو طريق زوجته تصرفات غير مناسبة هو يعمل ايه هو كده بيعاقب الزوجة والزوجة ملهاش زنب الزوجة ملهاش زنب ده بنت والبنت ده مستقلة عنها ولكن هي بتراعيها وتربيها وهي ملهاش زنب في ده فبيعاقب الزوجة على ايه اساس اللي انت قلتيله ان هو بلاش الطلاق ده امر ضروره جدا جدا بس البنت نفسها قد تكون محتاجة تدخل باستشارة نفسية ضرورية لان ممكن الكلام ده تيكون بيدل على مشكلة من المشاكل النفسية عند البنت فده ضروري جدا ان احنا نتكلم فيه اما مسألة ان انت تقترضي من اجل ان انت تشتري له عربية جديدة لانياقصات العربية والفلوس اللي كانت ممكن تكون مؤدمة العربية كمان خدوها وسرقوها المفروض ان هم يردوها ونحاول ان هم يردوها طب اذا ما قدناش نردها هل انا اذا اخترطت عشان اشتري سلعة خلي انت انت اللي هتشتري له عربية ما تخليش ان انت بتدي له فلوس لا روح انت اشتري لعربية فلو خدت الفلوس من البنك وروح تشتريتي بها عربية ده جائز وده وتسمى ايه يسمى تمويل لشراء سلعة وده وتجائز ومفوش حاجة اذا ده جائز لو انك انت اشتريتي له عربية ودي تعالو فده يبقى جائز ان شاء الله وليس فيه شبه معانا الاستاذ امال لسه معانا الاستاذ امال تتفضل ازاك يا عم الشيخ الحمد لله عم الشيخ بقول لحضرتك يا عم الشيخ انا معي ولدين بقى معي ولدين كبار وانت بي ما بيسمعوش نصيحتي وكوزي ميت ودايما يهنوني ويدربوني واشتموني لده ركت ستلهم البيت وخدت مكان ايجار لوحدي ودين هي عدهوات ولا حول ولا قوة ولا عارف ادفع ايجار ولا عارف اأكل ولا عارف اشرب ولا يلمي بهدليني ويقولوا دهم علي وينتبوا في بقد الشرع ليكي محفوظة مكرمة محدش يعمل كده في امه الا واحد محتاج ان هو يشوف مدد ربنا لي وان انت سبب رحمته لو انا اكلمهم لو هم ما سمعيني دلوقتي فانا اقول لهم شوية حاجات اقول لهم بصوا حضراتكم انت والدتكم مهما حصل هي والدتكم هي السبب في وجودكم وجودكم ده اللي انت بتتطولوا بي واللي شايفينه وعمل لكم لقمة عيش تقدروا تعقبوا امكم لما تفتقروا تبقى محتاجة فتبنعوا عنه ربنا جعلها سبب ان انتو موجودين دلوقتي وربنا جعلها سبب ان انتو مرحمين دلوقتي ولذلك ربنا كلم الرحم فقال الا يكفيك ان اصل من وصلاقي وان اقطع من قطعاقي عارف يعني ايه تعرف الكلام ده من حديث رسول الله ايه حديث رسول الله قال من اراد ان يبارك له في رزقي وان ينسى الاف وعمره فالياصر رحم انت جاي الاصل الرحم اللي هي والدتك وتسيء اليها شوف بقى باركة الرزق يحصل لها ايه شوف الراحة في الحياة يحصل لها ايه اذا ماتت ام الانسان وربنا يطول في عمرها مع حسن العمل وان شاء الله السعادة يحصل يقول لها ايه يقول ينادي منادي ماتت التي كنت ترحم من اجلها عايزين ما يحصل لكمش اذا في الدنيا وعايزين اصلا تكونوا بنا ادمين سيبكم سيبكم كمان ده من قبل ده عايزين تكونوا بنا ادمين وتكونوا عبيد لله لان انتوا مرزوقين برزق الله انتوا محدش فيكم لا بيصنع رزقه ولا بيصنع قدرته هتعمل فيكم ايه امكم يعني هتقول لكم كلمة وحشة هتقول لكم هتكلم زوجاتكم ايه يعني تحملوا ده واتد امكم سبب رحمتكم الجنة تحت اقدامها الله سبحانه وتعالى جعل الخير فيها وقرن برها وقرر ان انت تحترمها وان انت تحطها في قلبك وفي عينك قرنوا بتوحيده لاحظ ان الوالدين ديت مشتقة من الامهات لان الامة هي اللي ولدت الاب ما ولدش فهي المركز وهي الاساس وهي الرحمة وهي الخير وهي الجمال عايز تبقى جميل اولدك هيحبوك ازاي يعني اولدك انتوا انتوا الاثنين اولادكم لو عندكم اولادين حبوكم ازاي وانتوا شايفينكم بتعملوا كده في امكم يبقى ايزا نرجعوا الى الله توبوا الان توبوا الان لو انتوا سمعيني اتصلوا بيها وهي لما تفتئر واجب عليكم ان انتوا تنفقوا عليها واجب شرعا ولذلك ايه اللي بيحصل احنا ازا كده لا تعطى للأصول والفروع ليه لانهما لو افتقروا بيبقى واجب علينا ان احنا ننفق عليهم بدلاهم ايه فقيرة ومش قادرة تدفع اجر البيت ومش قادرة تاكل واجب عليكم ان انتوا تدفعوا لها فاتقوا الله سبحانه وتعالى فيها واعلموا ان باب الرحمة مفتوح وباب التوبة مفتوح في الله سارعوا للإقبال على الله سبحانه وتعالى من الباب الاوسع باب رحمة الامهات استاذ عبد الحميدي اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بردو بخصوص النقطة الحديثة بتتكلم فيها اتفضل دلوقتي حضرتك الموضوع يطول شرحه شوية طيب اذا كان يطول شرحه هناختصر عشان الهوى اتفضل يا فن هناختصر يا فن دلوقتي حصلت مشكلة بينه بن زوجتي قبل رمضاء فراحت البيت عند ابوها ماشي فدلوقتي هي بعد ما رحل البيت عند ابوها ما عادتش حوالي اربعة ايام او خمس ايام وفجئت بها فتح محل وقفة فيه بتبيع وتشتري طيب وطبعا انا ما عرفش به ولا خدت اذني ولا اعرف اي حاجة من دي طيب وطبعا حضرتك تعرف وحضرتك سيدة العارفين اني في الارياف ممنوع ان الوحدة لما تكون غبانة من بيت جسه وعند ابوها ما طلحش من بيت طيب كمل بس كمل حضرتك كمل يا سيد عبد الحميد طيب دلوقتي حضرتك يا فندم لما اتكلمت مع اخوها قال انا راضيني اللي هي عملته طيب يعمل حاجة دي اصول اني هتبقى عندك في بيتك وتطلع تشتغل قال لي محدش عنده اصول اللي منذ ولد ففي ناس اهل الخير اتوسطوا المهم اني انا رجعتها طيب قبل رمضان بيومين طيب طيب حاولت اني نقف معاها وزي ما الناس ادخلت ووصلحنا حاولت نقف معاها في المحل ويطبق ايدي في يديها لقيتها طريقة تصرفاتها معايا مش زي الاول طريقة معاملتها معايا مش زي الاول حتى يا فندم العلاقة الزودية اللي حضرتك بتشير اليها ان هي السبب ممكن تكون سبب في ارتفاع ناسها بالطلاق لقيت منها الصدق طيب سيد عبد الحميد لان المسألة المسألة دي محتاجة نسمع من الطرفين خلينا اقول لك وانصحك شوية شوية الست لما بتعمل كده وخاصة ان هي عندكم اولاد صح لا مفيش مفيش اولاد لان فيه منع من الانجاب لا مفيش منع طيب يبقى احنا دلوقتي عندنا حاجة عويصة انتم جاوزين من امتى بقى دلوقتي حضرتك ان شغلي عشرة جاية اعتموا سنتين كويس الوضع اللي احنا فيه ده لو انتوا كن ما عندكمش تجارب زواج سابقة ودي اول تجربة الوضع اللي احنا فيه ده وانتوا عايزين تخلفوا يبقى الوضع عندنا ان فيه حد حاسس بالمهانة فحاسس ان هو لابد ان هو يقوم اي نوع من انواع المهانة والدليل على ذلك لان هي حاسة بالمهانة راحت تجلب نوع من انواع القوة ونوع من انواع رد الكرامة بان هي تفتح مورد مالي تستطيع من خلاله وتحس ان هي اتردلها كرامتها وعشان كده لو كان فيه اي استعمال للعنف معاها او اي نوع من انواع محاولة التكسير فلابد ان هو يقف اذا كنت حضرتك عايز تعمل كده اذا كنت حضرتك عايز ترجع لو فيه اي نوع من انواع العنف لازم يوقف لو فيه اي نوع من انواع تكسرها يعني دايما احساسها بان هي انت مين وانت معرفش ايه وانت ممكن تكوني زي الارض البور الكلام ده كله انا مش بقول ان ده لازم كله يكون موجود لكن لو موجود حتى بعضه لازم يقف لان الشخصيات المستقلة اللي زي زكت حضرتك اللي داية لما حسد بالمهانة راح تفتح محل الشخصيات المستقلة ما تعملش كده طبعا زي ما زي ما انا كل ما باجا اتكلم في اصلاح ما بين الزوجين وافهم كل واحد شخصية التاني يجو يقول انت جيت على المظلوم انا مجيتش على المظلوم ولا حاجة انا برد الامور الى نصابها انا بكلم دايما اللي بيكلمني لكن الاساس في المسائل اللي زي دي الاتنين يجوا على الارشاد الزواجي انت تستفيد مني في قوله صلى الله عليه وآله سلم استوصب النساء خيرة وقوله صلى الله عليه وسلم ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم بما انك انت كلمتني فخليني استبصر واقولك الكلام اللي انت اللي انت سمعته ده يبقى انت لو اي فيه اي شكل من اشكال العنف اي شكل من اشكال التكسير اي شكل من اشكال الوصمة فده لازم يتوقف اما واني زوجتك ثبت البيت انت بتقول لي سبت البيت اكيد ما سبتش البيت من غير السبب فيه سبب لو كان السبب ده فيه عمف او فيه شيء مش هنقدر نقول لها ان يا عصي واحد قاعد في مكان واحد بيدربه فيستنى لغاية ما واحد بيدربه ضربه مبرح فممكن يودي حياته في داهية يعني استنى لغاية ما ده لا الشريف امرنا بان احنا نحافظ عن انفسنا طب لو الست قاعدت وبتدت تكلم جوزها اه ست عاق لا وقت بتدت اعمل كده لكن الضرب مثلا ده حرام وجريمة فلازم نكون منتبهين تفضل يا سيد عبد الحميد ايوه انت معايا ايوه معاك يا فاندي معاك تفضل طيب حضرتك دلوقتي انا مشيت شهر رمضان كله معاها كت اه زي ما قلت حضرتك ان كان ردها معايا ان هي لا ده مش عيشها ده ده مش نافع ما اني ما كانش فيه ضربه كنت في الاول كنت بعمل كده لكن خلاص انا قصرت الشر من قبل رمضان مساك ما جبتها قبل رمضان قال له سيد عبد الحميد قال له ده كشف ولا زكاة قال له لا كتر تجارب انت فاهم طبعا اتفضل يا سيد عبد الحميد حضرتك دلوقتي طب طولت معاها وفي رمضان وقعدنا كنت كل ما اكلمها تقول لي لا ده مش عيشها انا مش عاعدة ده مشتريت عيشها جات يوم الجمعة اللي هي اليتيمة بتاعت رمضان واختلقت الظروف ان هي بحجة ان هي قال قعدة في البيت ما بتعملش حاجة ما فيش حاجة تعملها وقعدت في السبب وتعمل وفي الاخر ابو الصلاة يا بتين امي وبتين اخواتي ومش عامل حساب للراجل اللي هي المفروض ان هي زكته وعمل عملت حساب خلييني فين السؤال بقى يا سيد عبد الحميد فين السؤال فين السؤال السؤال يا فندم هل هي دلوقتي عصية لزكشة لما تتمت يعني بالمعنى البلد كده لما هي تصلت عليها ما اقولك حاجة يا سيد عبد الحميد من غير ما تزعل ما جايز انتو لتين عصين لربنا يعني واحد شايف واحدة هي موجوعة ولسه الجرح بدأ عمان دمالش من المعاملة اللي كانت فيها هي مكسورة وخطرة مش مكبور فهي يقولها انت لازم تحسن الام ولازم تعمل الام ولازم معرفش ايه وانت زيك زي باية الستات وانت معرفش ايه فهي تروح اقول له لا انا مزي زي باية الستات انا في الحقيقة شايف ان انتو الاتنين مفتقدين ليه ان انتو تعيشوا في ظل وعشرهن بالمعروف الاتنين محتاجين احنا دايما بنقول في المشاكل الزوجية ايه محدش يجي يسألنا على مين السبب في المشكلة عشان عنقول له الجواب الاساسي انتو الاتنين السبب في المشكلة فانت لو بتقول لي مين العاصي ربنا الكلام اللي انت بتعرضه علي بيقول ان هي العاصي بس هو الكلام ده خالي من انك انت نشوف انت عملت ايه انت بتقول طول رمضان يعني سنتين بنعمل فيها كده لدرجة ان هي خافة ان هي تخلف منك او سنتين انت قاعد بتعمل فيها كده بتمارس العنف معه وبعدين قعدنا شهر رمضان بس وده يمحو لا احنا عندنا طريقة لاستعادة الثقة وجبر الخواطر الطريقة ان الواحد يعتذر ويعترف ويغير من نفسه ويقدر من شعر الشخص اللي عنده اي تجاوز منها في حق اهلك حرام واي تجاوز منك في حقها حرام فلازم نتقل الله سبحانه وتعالى في بعض ولو سمحتم انتم محتاجين استشارة فورية عشان الكلام ده ما يزدش ويستمر رأيي لو سمحتم تعالوا على مركز الرشاد الزواجي السيدة موهبة من القاهرة تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله عننا خير يا شيخ الله يبارك في حضراتكم يا رب انا عندي سؤالين تفضل يا فانت الاولاني خاصة بزكاة الميل يلا بسم الله تجوز ان انا مثلا ايه اطلح مقدما كل شهر حاجة ده اول حاجة طيب ونجوز ان انا مثلا اوديها المستشفيات زي سبعة وخمسين مستشفيات اللي هي الحريق المستشفيات طيب اودي منها طيب وبيتي الزكاة طيب اتفع جزء منها في بيتي الزكاة برضو طيب السؤال التاني خاص باللغو في الحديث في التليفون عن فلانا عملت وفلانا مش عملتش وفلانا مش عكس ايه والكلام ده بيتعبوك فده يعني تبقى كفرته ايه ولا الواحد يعمل فيه ايه ولا الكلام ده ايه اول حاجة خلينا ابتدي بالسؤال التاني السؤال التاني قولي تبتوا الى الله اه قولي تبتوا الى الله تبتوا الى الله وعزمت وعزمت على ان لا اعود على ان لا اعود لهذا اللغو ابدا لهذا اللغو ابدا والله على ما اقوله شهيد والله على ما اقوله شهيد ربنا شاهد بقى دلوقتي على مسألة اللاغو دي وكمان المشاهدين مشاهدين معايا على الموضوع ده فما ترجعيش للاغو بقى وانا اقول لك حاجة لطيفة خل المكالمة بتاعتك اي مكالمة في الدنيا اي موضوع في الدنيا مش ممكن ابدا ان ياخد ساعة خل المكالمة بتاعتك محددة بعد خمس دقائق استأذن لأي حاجة الله اي حاجة حتى ولو عشر دقائق ولا ربع ساعة انا بقول لك او خمس دقائق عشر دقائق عشر دقائق ايه عشر دقائق لازم عشر دقائق عد تجيب تفاصيله فيه قالوا قلنا وعملوا خمس دقائق اقصى حاجة اي حد قعد في اي حد اي حد انا لو لان هما بتبقى من الاهل من الكده يعني الواحد مش عارفة انت توبتي الى الله سبحانه وتعالى لو كان في اي حاجة بقى فيها رد المظالم اعمليها لكن ما تعمليش اي حاجة تاني لو كنت ما فيش مظالم لحد خلاص توبى الى الله وخلاص وانتهت المسألة انت سؤال او لان مسألة الزكاة انت اه ينفع ان انت تعجلي الزكاة عندنا يجوز عند استاذ الشباب ان انت تعجلي الزكاة لمدة عام فيجوز ان انت تقصتيها مبكرا اذا كنت ممكن تعجليها كلها لعام او ممكن تقصتيها اصاده ده اخف من ان انت تعجليها عام فيجوز ان انت تقصتيها يجوز ان انت حطيها في ماكن كتيرة من اماكن الخير بس حطيها في أماكن وفي سنديء الزكاة مش في سنديء البناء حطيها في المكان اللي بيوصل فيه إلى علاج المريض وبيوصل كمان للمريض نفسه لأن احنا بنخلي الأشياء الضرورية للمريض تقوم مقام القبض لأن الزكاة لازم يقبضها فإذا كان بنسلفها في العلاج اللي هو من الضروريات من احتياجات أو من الضروريات للمريض فيجوز لكن البناء فنحط الفلوس فيه هذا الصندوق اللي هو صندوق الزكاة في كل المؤسسات اللي بتساعد الفقراء وبتساعد كمان المحتاجين يا سيدة احنا تكلمنا النهاردة في موضوع حتى لو تلاحظوا أننا حاولت بقدر الإمكان أننا نغطي نقاط كتيرة في موضوع انخفاض التوافق الجنسي الموضوع ده مهم والموضوع ده محتاج صدق ومحتاج رجولة رجولة زي اللي قال عنها الله سبحانه وتعالى رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه أيها الأزواج أيها الزوجات أنتوا عادتوا ربنا أن كل واحد فيكم يكون سبب من أسباب سعادة الآخر اوعوا تنكثوا عهدكم اوعوا تنقضوا العهد اوعوا تعودوا في ميثاق الله الغليظ اللي أنتوا بتعملوه ده في إسعاد بعض باب من أبواب رضى الله وباب من أبواب العبادة فاحرصوا عليه احرصوا على أن أنتوا تكونوا سبب من أسباب الفرجة في حياة واحد طول النهار تعبان وفي حياة واحدة طول الوقت حاسة أنه هو بيتدسع عليها لأن هي بتعمل حاجات هي مش قادرها اسعدوا بعض اسعدوا بعض بأن أنت تفهم أن العلاقة دي جزء بيكتمل بتمام المشاعر فلازم يبقى فيه مشاعر الأول وكمان ما تحاوليش تهديديه أو تمنعيه لأنه هو بيحس بالكسر اتقوا الله سبحانه وتعالى في بعض واجعلوا حياتكم كلها سعادة بأن أنتوا تقربوا من بعض وأن كل لمسة تكون مليانة بحنان واحتواء وربنا سبحانه وتعالى هيكون عاوني ليكم ويفتح قلوبكم لطاعته إن شاء الله يا رب أكرمنا واجعل بيوتنا مليئة بالرحمة وبالسعادة وبالجمال واجعلنا يا رب باب من أبواب التخفيف والرحمة والود والسعادة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بأن نكون مددك الواصل لأحبابنا والطيب والكرم الذي يصل إلى قلوبهم فيجب الخواطرهم ويسعد قلوبهم يا جميل يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين 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 يا رب العالمين